اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذا الشخص الذي تعلم في الأزهر ابن تسع سنوات تخيل كان يحفظ القرآن وبعدها انتقل للأزهر في الكتاب طبعا هناك انتقل للأزهر وفي الأزهر ما كانوش يقبلوا أولاد صغار وفشلوا لحية فحتال عليهم وراح ركب لحية اصطناعية مشان يقبلوه اكتشفوه بعدين بس لاحظوا مواهبه وتعلم في الأزهر فترة ما كانش عاجبوا الأسلوب التعليم في الأزهر واكبت في هذه الأثناء قيام الجامعة المصرية فانتقل وتعلم في الجامعة المصرية التي فيما بعد رجع وأصبح رئيسها نقدر نسأل ليش ما أعجبوا التعليم الأزهري الأسلوب اللي فيه نوع من التكرار أسلوب الممل جدا وهو كان يظهر أنه عنده ذكاء خارق فكان يكتفي في الأشياء بسيطة أما تكرار وتكرار كان يستدعي الملل عنده نعم نعم دكتور رح نتوقف عند المقال اللي حضرتك كتبته ونشر أسبوع الماضي يعني عنوانة هذا المقال الرجل الذي أبصر بعيني زوجته شو كان مضمون هذا المقال موضوع المقال كان من أن أخذت العنوان من كتاب لطه حسين اسمه من ذكريات طه حسين وفي فصل هناك خاص عن المرأة التي أبصرت بعينيها عن الزوجة المرأة هذه هو بعد بسبب كونه كان يعني ذكي جدا اختروه في بعثة لفرنسا فخرج للتعلم في فرنسا وكان أمامه متحديات كتير اللغة اللاتينية لازم يتعلمها اللغة الفرنسية لازم يتعلمها وبعدين لازم يتعلم الموضوع اللي لازم يتعلمه صادف وكان مع صبي بعرف في رأيه كانت حلوة في ذكائها أما لها صورة وهي حلوة ومعقولة يعني من السويسرا سويسرية فسوزان اسمها فصار في بينه النوع من الصداقة وهذا الصداقة استمرت وتوتضت وتزوج حتى هناك في فرنسا وهي التي ساعدته طول الوقت على القراءة كانت تقرأ له في كل لحظة في كل مشوار في كل شمتها دائما تقرأ له تقرأ له تقرأ له تقرأ له كل المواضيع المطلوبة في الامتحانات ولذلك هو كان يرى هذه الأشياء من خلال عينيها كما قلنا فهو كان يسمعها ويرى في نفس الوقت وبفضلها بتصور أنه وصل للدرجة اللي وصل إلها ورجع إلى مصر وتعين في الجامعة المصرية وكان رئيس الجامعة المصرية وتقلب في مبعد في عدة مرانصب لكن وصل في المنصب تبعه لمنصب عميد الأدب العربي بلا منازع وأنا بفكر حتى اليوم هو لازال عميدنا عميد الأدب العربي بالمقال اللي كتبتها دكتور إيش بتقدر تعطينا عن خبايا أمور ما منعرفها اللي ما طلعت للعلن عن هذا الأديب اللي هي بتختص بحياته الشخصية اللي ما منشوفها في المقال أنا حاولت أركز على العبقرية تبعه في كونه أعمى وبنفس الوقت بالمناسبة العمى أصيب فيه كمرض بعد ما ولد وعلى العبقرية تبعه في تعلمه ضمن المراحل كلها وإنهاء هذه المراحل في فترة قصيرة وكونه شخص ألف أكثر من أربعين خمسين كتاب في قائمة كتب طويلة ألفها طه حسين على رأسها طبعا نذكر كتاب الأيام وكتاب ذكرها بتاع حسين لكن اللي هز مصر وهذا الركز تعيفني هون هو الكتاب في الشعر الجاهلي بالضبط هو كتب كتاب في الشعر الجاهلي وفي هذا الكتاب حاولي يبين أنه فيه غلط في الإشي اللي اسمه شعر جاهلي ولهيك وجهت لإله العديد من الانتقادات وحتى كان يمكن فيه هجم في حينه على اللي أقول أنه بسبب إنكاره حتى في النهاية للأدب الجاهلي والشعر الجاهلي الذي وصل إلينا وكأنه ما وصل منه قليل من الذي وصل منه هو أدب الشعر الجاهلي وأكثره انتحال انتحاله الشعراء والرواة فيما بعد لأنه كانوا يتكسبوا من عملية أنه إذا جاب قصيدة شعرية لأمرأ القيس يمكن أصل القصيدة 10-15 بيت ينفخوها لـ 30-40 بيت لأنه كان الرواة يدفعوه لهم حسب عدد الأبياد فكانوا بالسليقاء رواة أذكية وكانوا يقوموا بهذا العمل فلذلك هو كان عنده مذهب ديكارت له مذهب الشك يعني أنت ترى شيء ترى طاولة أمامك تقول هذه طاولة أنا أقول لك لا هذه ليست طاولة اثبت لي إنها طاولة تعطيني المواصفات تابعونها فأنا بالآخر بصل لليقين اللي هو بقر أو ما بقر بتشوف الفلسفة حاضرة بكتاباتك أنا ضروري أقول لك أنه المذهب هذا كان موجود عند الغزالة قبل ديكارت وكتب كتاب في هذا الموضوع أنه إذا أردت أن تفحص شيء الأدات لا تتسلم به بالأول وإنما شك فيه وبعدين أبدأ إجمع براهين وإثباتات عليه فهذا المذهب جعله يشك في الأدب الجاهي للوصل وبالتالي وصل للنتيجة أنه تقريبا قليل قليل من الأدب اللي وصلنا من الجاهلية هو الأدب الجاهلي قامت القيامة عليه من مشايخ الأزهر وأمروا بجمع الكتاب وبحرق الكتاب لكن طه حسين كان ذكي جدا فأصدر بدل هذا الكتاب كتاب اسمه في الأدب الجاهلي وتقريبا بذكاؤه قال نفس الكلمات ونفس الأشياء بطريقة أخرى بشكل آخر وهذا هو الكتاب المتداول بين يدينا الآن الأولاني الأصلي مش موجود موجود منقدر نحصل عليه مطبوع كما أنا عندي الاثنين موجودين هذين حافظوا عليه في كتاباته أنا معجب في السلوب تابعه السلوب اللي فيه نوع من الوزن من النغم الموسيقية حتى أحيانا مرة لما كنت أقرأ في كتاب له عن الجزء الثاني من الأيام ما حسيتها لأن أنا بقرأ شعر يعني الشعر اللي منسميه اليوم هم شعر التفعيلة يعني مش شعر العمودي المقفة وتطرب عليه في هذا الكتاب كتب أشياء كتيري وتحضرني أشياء اثنين أريد أن أعطيكم قيامة من كتباته أولا عنده من ذكرياته هذه وضعتها في الكتاب للصف الخامس بقول كانت ابنة الصغيرة جالسة ذات يوم على حجري وأنا أقص عليها قصة الملك أديب الذي خرج من قصره بعد أن ذهب نوره عينيه لا يعرف كيف يسير وأقبلت ابنته فقادته وكانت ابنتي تسمع هذه القصة فرحة من أولها ثم أخذ صوتها يتغير قليلا قليلا وما هي إلا أن أشجت في البكاء وأخذت تقبلني تقبيلا شديدا ثم أقبلت فانتزعتها من بين ذرعي أقبلت أمها فانتزعتها من بين ذرعي وفهمت أن ابنتي المحبوبة صارت تبكي لأنها رأت أن أديب الملك كأبيها لا يبصر ولا يقدر أن يسير خطوطا مؤثر جدا هذه مفارقة من مفارقاته أما في المقال بتقدر تشهد السهل الممتنع الموجود بتقدر تشهد المفردات العميقة وبتقدر تشهد على الخبايا أو الملحوظات المغطاية على الملك أديب الملك أديب له قصة وقصة طويلة عريضة وانبنت عليها مسرحيات وأفلام فبخليك ترجع للمراجع وتكتشف أمور اللي ذكرت بكلمة أو كلمتين وهي عبقرية حسب رأي هذه العبقرية تبقى فيه لطاه السين بحب أعطي المفارقة الثانية كانت إلوه كان في زيارة للبنان وكان يسمع عن حفلات الزجل في لبنان والحب يروح الحفلة فدخل للقاعة اللي فيها الحفلة اللي فيها شحرور الوادي وغيره من الزجليين وجلس في الزاوية كان معروف عن طاه حسين أنه يلبس طقيق طربوش ونضرات سوداء فواحد لها موحو وقال أهله وسهله بطاه حسين فكل الجمهور تطلع وصلي اللي قالوا رددوا مرة واحدة أهله وسهله بطاه حسين مين المسكها؟ سمع ذلك شحرور الوادي فأمسك بالعبارة وأضاف أهله وسهله بطاه حسين ربي أعطاني عينين العين الوحدي بيتكفيني خذ لك عين وخليلي عين فالقاعة استحسنت وصارت تتغني خذ لك عين وخلي عين خذ لك عين وخلي عين مين اللي اسمها؟ الشعر الثاني في علي الحاش اسمه فانطلق قائلا أهله وسهله طاه حسين بلزم لك عينين اثنين تكرم شحرور الوادي من عين ومن عين إسه الشعر الثالث قال أنيس روحانا قال لا تقبل يا طاه حسين من كل واحد تأخذ عين بقدم لك جوز عيوني هدية لا قرضة ولا دين الشعر الرابع طانيوس عبدو ختمه وقال ما بيلزم لطاه حسين عين ولا أكثر من عين الله اختصه بعين العقل بيقشع فيها على الجنب جميل هاي كانت مفارقة زجلية مع طاه حسين دكتور قبل الختام دائما نقول برغم كل الانتقادات والهجم اللي وجهت إلى طاه حسين في حينه ولكن لا أحد يستطيع أن يمس بمكانته بما يخص الأدب العربي بدورك أيضا كخبير في اللغة العربية وأدبه ومختص في شؤون وقضايا التعليم العربي إلى أي حد يعني مؤلفات طاه حسين حاضرة في المناهج والكتب التدريسية وإلى أي حد إحنا عم ننصف طاه حسين بمساهمته الكبير والقيمة من خلال كتبنا أنا أعتقد أنه الكتب التعليمية اليوم في إسرائيل لا تنصف طاه حسين كما يجب أن يكون هو حتى يكون مثال ونموذج للباقيين وفي العالم العربي أنا شخصيا قلت لك أنه في الكتب اللي ألفتها للمدرسة الابتدائية وضعت طاه حسين في مكانته لأنه أنا مقتنع أن هذا الإنسان هو إنسان عملاق إنسان هرم إنسان في مفاهيم العصر اليوم وإن كانت الاعتبارات السياسية أحيانا في مفاهيم العصر هو يستهل أنه يأخذ جائزة نوبل في حينه صحيح مثل ما أخذها نجيب محفوظ لاحقا يعني فطاه حسين لا ينصف في المدارس اليوم بالكاد يسمعوا عنه واحد اسمه طاه حسين لكن إذا تغذوا الأولاد من أدب طاه حسين الانتاج النتيجي كيف تكون عليهم إنه هن بصيروا بفهموا في اللغة متقفة وعلى زاوية اللغة طاه حسين اشتغل كان عنده منصب وزير معارف نعم فأول شي ركز عليه اللغة العربية ومكانة اللغة العربية في المدرسة هو فركز عليها وطالب إنه إعلاء شأن اللغة العربية والشيء الثاني بالنطاع حسين كوزير معارف نادى بإلزامية التعليم في المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية ولذلك لما كان وزير معارف كان فيه إلزامية التعليم والطلاب لما كانوا يدفعوا قصد أو مصاري للمدرسة اللي بتعلموا فيها فكتب مستقبل الثقافة في المصر في هذه الأمور كلها طرقها ضمن هذا الموضوع وكان عنده أيديولوجية معي أني صحيح أنا أشكر التلفزيون مسواء على شكراً إفراد حصة معينة لطاع حسين ضمن برنامجكو صباحنا غير مش هيكاً صحيح شكراً لحضورك معنا موسيقى شكراً إلى اللون شكراً لعيداً اشتركوا في القناة